طلب محتجون إسرائيليون بوقف إطلاق ناري في غزة على غرار ما حدث في لبنان وشارك نحو ألف شخص في مظاهرة احتجاجية في القدس داعين إلى عادة المحتجزين لدى حركة حماس ورفع المحتجون شعارات رافضة للسياسة رئيس الوزراء ابن منتنياهو في التعاطي مع هذا الملف وهو الدفاع المدني الآن في قطاع غزة يعلن توقف خدماته بسبب نفاذ الوقود وقال وزير الخارجي الإسرائيلي دعون ساعر أن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما تحقق أهدافها وأنها لا تعتزم السيطرة على الحياة المدنية لسكان غزة وزير الخارجي الإسرائيلي قال أن السلام في نهاية المطاف أمر حتمي لكن لا يمكن أن يرتكز على الأوهام بحسب تعبيره على صعيد آخر قال الساعر أن إسرائيل استأنفت قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو معتبرا أن خطوات الجنائية الدولية ضد نتنياهو وقال أن ليس لها ما يبررها يدفع بتغييره يا ترجمة نانسي قنقر